لكن احنا بنحاول نستوضح الحقائق زي ما اتقال مثلا محمود فتح الله مدافع غاز المحلة الاهلي ما اتضعه ايه الحقيقة؟ مثلا دي مثلا لنش مثلا قولي حصل او حصلش ديك مثلا هو على الناس تعرف كل حاجة المسؤولين في الاهل كاماتشو ده لعيب كويس جدا اللعيب بيدي لك احساس بان هو اهو من ضمن الاخبار اللي على المواقع فيه طمش الكابتن وقل الجمعة من نفس النادي ونفس القوة البدنية ونفس اه طيب الاهلي اتفع معاه؟ لا لا اه طبعا خالص الاهلي له محددات وعارف هو محتاج مين وعنده لعيبة من ولاده حترجع له هم مش عنده في المركز زي بس عبنه مش بيكدس لعيبة اه اللعيم كويس جدا مؤكد يعني عندما يكون فيه ظروف زي اللي جيه فيها كابتن هواء الجمعة كان ممكن يبقى من اول القرارات لكن هذا لم يحدث حتى الاه واذا كان هناك كلام مؤكد المحلة هتعرف به زي ما قال رئيس النادي المحلة عندما سئل فضل قال لهم النادي الاهلي نادي محترم ولما بيعوس حاجة بيتكلم وفيه وضوح اذا الاهلي لم يتعاقد مع محمود فتح الله مدافع وانا سمعتك بنفسك عشان ما تفتكرش ان انا بفتر محمد فتح الله تمام محمود فتح الله مدافع الزمالك وبرضو من المحل وبرضو كان هايجي لا ده جه لاخر وقت ما نجوز هي وقتها بعد ما عايزوا 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 ودخلنا فيه ودخلنا وقتها قبل ما يروح الزمالك المحل عايز خمسة مليون جنيه ده غل مبلغ مرعب وهو الحقيقة الراجل كان شارعا ولعيب متخب اللي هم بيو شيعك فيه من شبه النادي الاهلي فضغطنا جامد جدا جدا وقربنا المسافات ودخلين بقى تقريبا مقفلين الموضوع فجونا بمانو جسي وكأنه قد اكتشف اكتشافا قال انا معلش عساباتي اتغيرت ليه قال انا طالع للعيب اسمه محمد سمير من الناشئين انا متوسم فيه انه سيبقى يسديلي النقص اللي انا عايزه فطالما عندي حد من الناشئين هنعتذر اذا سمير منع انتقال محمود فتح الله للأهلي في اليوم الاخير يعني كان كابتن هادي هو المناصق وطبعا هو راح الزمالك والزمالك كسب هذه الصفقة مش عاجب نقصة اللعيب رائع جدا خلقا من ناحية فنية انضباطا مفيش مشاكل من ناحيته صفقة كنت اتمنها الا الظرف اللي بيحكم طيب مين تاني تتمنى عليه عايز ايه فكرني عايز ايه وانا اقولك يعني على فكرة جماعة مش معنى كده ان انا ايدي في الليلة دي انا خلاص اعلنت اعتزالي على الهوى هنا وانا مش مليش صفة رسمية دلوقتي الا في الجانب الاعلامي ولكن هذا لا يعني ان انا مش مهموم بشؤون الآلي واسعي لمعرفة الحقيقة وبتتقالي بوضوح عايز اسهل في مين ده كده الامور واضحة جدا اعتقد وضحت تماما في كل ما يتعلق بهذه الاخبار اللي المهندس عاد استهل الاهلي يعمر بيتك فاتح كل البيوت لانه فعلا الكل يقتات على مثل هذه الشائعات صحيح انه بعضها بيلبس احيانا احيانا وحدة لكنه من ضمن خد اللي عندك وخد مننا وما لكش دعوة ولو الناس مسكت يعني بكرة لو عملنا حلقة ربما تاخد حلقات لو جبت لكل الناس بتاعت خد عندك وخد مننا وما تسمعش الكلام ده عندنا هتتحاكم كتير جدا هو انت ليه مش عايز تقول اشتري بني اشتري بني ده ده من التعبارات الشائعة اه اشتري منه طيب